اشتركوا في القناة من خلالها وان شاء الله انه الباقي انه الكل بيستفيد منه الا هذا التعليق اللي هسا بدي اقرأه على مسمعكم وراح يكون في رد مني عليه وفي نفس اللحظة اعذروني على الكلام اللي انا رح احكيه انه شوي رح اطول في الكلام عن نفسي اول شيء عشان اشرح جواب على هذا السؤال اللي موجود على اليوتيوب على القناة التعليق ما زال موجود في حلقة اول امس خلينا نشوف اول اشيه هذا التعليق من متابعة اول مرة بتعلق اول تعليق الها انا بشوفه فبدي اخذ انا حسن النية انها اول مرة بتتابعني او الها فترة بسيطة بتتابعني فما بتعرف اي شيء عن القناة ولا عني ولا عن طريق عن العلاقة الموجودة ما بيني وبين المتابعين بينه وبين الاخوة والاحبة اللي موجودين على القناة وشو مقدار اه التفاهم او التناغم ما بيننا وانه احنا عائلة وحدة مش مجرد واحد بيعمل ابراج وبطلع بيحكي وناس بتتابعه لا في علاقة ود مع اغلب الموجودين على القناة وفي من الاشخاص هذور احنا صار فيه اتصال وفيه كلام وفيه حوار بينه وبينهم وفيه ناس لاقوني والتقينا وشافوني وعرفوني فبدي اعتبر انا انها هي اول مرة بتعلق بما انها اول مرة بتعلق وفي نفس اللحظة انها جديدة على القناة فهي ما بتعرف لا سعيد ولا ايش عن خلفية او ماضي سعيد او عن القناة نفسها فهي اسمها او اسمه ريحان الاخضر طبعا حتى لو انحذب التعليق انا صورته يعني موجود فحابب اني انا ارد يا استاذ انت عندك قناة وبتاخذ فلوس من اليوتيوب واحنا من شاهدك وبنسمع الابرج طيب شنو تريد الناس تتبرع لك فلوس على اي اساس انت اول صاحب قناة تطلب من احد يتبرع لك يعني اعتقد صعب شوي كل مرة تطلب احد يتبرع لك لا هو انا بشحد انت هذا الاشي اللي انت ما بتعرفيه انه انا ممتهن الشحدي انا عملي القناة هاي عشان انا اشحد فلوس اه يعني اتسول اه فهذا هاي المعلومة انت ما عرفتيها فانا بحب الشحدي فانا حب اجاوبك اول اشي انا ما بتخاضي اجر اثنين بترجعي على اه القناة في انا هاي المنشورات اللي بنزلوها او ما بعرف شو اسمها الدردشة او اشي انا بنزل منشور اني انا صفر ارباحي من اليوتيوب انا ما بربح من اليوتيوب لانه في فترة صار هجوم علي اه تسكرت الارباح هاي دعاية او الاعلانات اللي انت بتشوفيها اليوتيوب هو اللي بحطها مش انا اللي بحطها يعني كل الارباح اللي بتطلع من الاعلانات انا بستفيدش منها اشي هاي كلها رايحة لليوتيوب وعشان الاشخاص يالوا انه احنا اه بدنا اياك تظلك موجود فخليت القناة موجودة وانا بس اتجل عادي هذا واحد بس عشان تكون هاي معلومة عندك المعلومة الثانية اولا انا اه شخص اه عندي جهاز كمبيوتر كان الحمد لله مش من النوعية الفاخرة يعني جمعته اه كانسان ما كانش يفكر اساسا انه يعمل او يرجع يفعل قناة اليوتيوب اه جيت صرت اسجل عليه اشتغلت عليه اه كانت الحلقة اللي انا بسجلها مدتها تصل لساعة ونص تقريبا من ساعة لساعة ونص اه فجأة ضرب جهاز الكمبيوتر استشهد ما تحمل اه كل هال او كم هالتسجيل اللي انا بعملو فباظ خرب اه تدمر اه انتحر اه اللي بدك هي صار هذا في جهاز الكمبيوتر طبعا هذا كله لانه المتابعين اول باول معي وانا بفضفض او برغي بمعنى اخر فهم متابعين معي اول باول بكل الاحداث اللي بتصير على القناة هاي اثنين فهذا الشخص اللي بحكي معك هسه هذا إنسان يعني شبه إنسان بمعنى آخر أو شبه جسد أنا مريض سرطان عندي سرطان برية علاجاتي لحالها بدي أحكي لك عن إبر الكليكسان اللي أنا بأخذها كل شهر أنا بدفع تقريبا بحدود الأربعمية دينار أردني بس إبر الكليكسان اللي هي مميعة الدم هذول الأربعمية دينار بديك تحس بأنت كل ميتين ثلاثمائة دولار يعني ستمائة دولار أنا بدفع شهريا بس إبر مميعة غير إبر ثاني أنا بأخذها ما بين البثازون والكرتزونات والمسكنات وما بين المورفين وإلى ما لنهاية يعني بتحكي لك عن مبلغ لا أنت ولا كل اللي بتعرفوهم أو اللي بتعرفيهم بدخلوا هذا الدخل عشان يكفي علاجه فاليوتيوب مهما كان لو ضل شغال على نفس ما هو شغال عليه في الأول ما كان يطلع لي أساسا أكثر من ميتين وخمسين ميتين دولار فكانت تروح المصاريف هاي لا إيش استئجار مايك أو جهاز الصوت اللي أنا بسجل عليه يعني اللي بيجي من اليوتيوب كان يروح فقط للتسجيل ما أستخدمه لا إلي ولا أموري فأيجينا وقولنا لهم الله يا جماعة الخير أنا ضرب عندي جهاز الكمبيوتر وصار عندي كذا 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 فبتكوا تتحملوني ما رح أقدر أسجل حلقات طويلة فرح أصير أستعير من صديقي اللي تبرع لي بجهاز لابتوب عشان أنا أصير أسجل عليه هذا الجهاز يادوب يتحمل مدة أربعين دقيقة اللي هي المدة اللي أنا حاليا بنزل فيها ثلاثين دقيقة أربعين دقيقة أقل من هيك يعني بيمشي الجهاز أكثر من هيك بيستشهد فصرنا إحنا نسجل على هذا النمط يجوا بعض المتابعين يقولوا لي أنت ليش ما كل العالم بما أنك أنت لا بتأخذ فلوس ولا بتعمل خارطات فلكية ولا بتتقاضى أجر وبتساعد الناس ببلاش طب يا أخي أطلب مساعدة من المتابعين يعني إحنا بدنا نساعدك بدنا نجيب جهاز كمبيوتر اللي ترجع تعملنا حلقات وتعمل دروس تعليمية زي ما كان في الأول طبعا أنا لا عندي حساب بنك ولا بتعمل مع بنك ولا بعرف أتعمل مع بنك طيب شو الحل قالوا يا عمي ما هو أساسا الرئيس الأمريكي لما بدي رشح حاله للانتخابات هو بصير يبيعوله مقات وتشيرتات وأشياء زي هيك في أمريكا هي تبرعات عشان الحملة الانتخابية وخضى إشي مشروع الكل بتعمل فيه فليش ما تعمل هذا الشيء أصروا والحلقات لسه موجودة لما أنا رحت أول مرة نزلت على البنك يجيت فرحان يعني أنا دخلت بنك يعني عملت حساب في البنك عمري ما عملت حساب في بنك يعني دكتور وأعصاب وما بتعملش في البنك فكانت مفاجأة أني أنا تعرفت على أشياء أنا ما بعرفها الببال والآيبان والمش عارف إيش جينا عملناهم على أساس أنه ناس تتبرع في أشخاص من مشكورين بيجوا على قد إيد وحدة يعني على عدد أصابع إيدي هذولا تبرعوا تبرعوا بأشياء رمزية في أشخاص تبرعوا لأجلي أنا للعلاج في ناس ساعدوني هيك مساعدات ولكن اللي كل اللي قالوا أنهم بدهم يتبرعوا عشان القناة ما حدا تبرع ولا واحد ماشي واللي تبرعوا على البيبال تدخلي على البيبال أنت بتلاقي رابط الأشخاص اللي تبرعوا أخوي اللي هو أخوي تبرعوا بدولار يعني عشان أنت تكوني بالصورة فلا أنا بحاجة التبرع ولا أنا بحاجة التسول ولا أنا بحاجة تعليقك كمان لأنه أنت إجيتي نيلتها بمعنى آخر أنت إجيتي أسأتي وجرحتي وأنت مجداري عن الموضوع لأنه أنا بدي أخذ حسن النية أنه أنت ما بتعرفيني ما بتعرفي شيء فبدي أكتفي بالمقدمة هاي اللي أنا حكيت لك إياها أو بالمعنى هذا أما قراري أنا هسا أنا لا بدي حدا يتبرع ولا بدي حدا يدعم ولا بدي جهاز كمبيوتر ولا بدي جهاز صوت واللي بدي أسجله هذا اللي أنا بدي أسجله أو بسجله بالحجم هذا لأنه مش مجبر أنا أنه يجي أشخاص يقولولي مثلاً يا دكتور سعيد ساعدنا وإحنا بدينا نتبرع لك وهذه نحكت لك كثير وشو ناقصك أجهزة إحنا من جيب لك وكان سعيد إيش يضحك لأنه عارف أنه ما حدا رح يساعد لأني عارف أنه في ناس نفوسها مريضة ما بدي أحكي زيك أو ناس بتفكر بتفكير سيء ما بدي أحكي زيك وفي ناس بتجرح بالكلام قبل ما تداوي ما بدي أحكي زيك برضو فبيجوا بقولولي إيش لأنهم بفكروا سعيد أنه بنضحك عليه يعني واحد ناتع في راسه كل هالعلم اللي ربنا من عليه مش إنسان جاهل فكانوا يجوا إيش تحلل لنا الخارطة وإحنا بدي ندعمك في القناة وإيش ناقصك وإيش أنت بدك وإحنا منجيب فإيش سعيد قال إيش يجي يحلل لهم ويساعدهم على أمل إيش أنهم بدهم يتبرعوا هو عارف أنهم أساسا خلاص أخذوا حاجتهم ما رح يرجعوا ومرت الأيام ومرت الأشهر وإحنا على نفس الموال فأنت بتفكري أنا لما باجي بقول تبرعوا أنا عارف أنه في حد رح يتبرع ما حد رح يتبرع وإجيت قبل فترة قلت يا عمي أنا عارف أنه أغلب الموجودين ما عندهم قدرة أنهم يتبرعوا ليش؟ لأنه أول إيش لو إيجينا على المغرب العربي صعب أنهم يحولوا فلوس عن طريق البنوك هذا إيش مسكر عليهم وضع أهل مصر الله يكون لهم معين وضع أهل سوريا لا بيقدر يدخل ولا بيقدر يطلع فلوس وبرضو وضعهم الله يعينهم وإذا طلع منهم ناس لبر سوريا هذو لا مهجرين برضو نفس الإيش بيقدروا شي يتبرعوا إذا إيجينا على أهل العراق أهل العراق متدمرين هاي لا دولر ولا دنار عراقي والوضع بالحضيض ولو إيجينا ولو إيجينا ولو إيجينا ما حدا ما حدا عنده قدرة أنه يتبرع وييجي عشان سعيد بيحكي عن الأبراج أو عن التوقعات ما حدا بيطلع على أنه هذا علم والناس بتستفيد منه وأنه أجر وأنه بيستفيد ثواب من هذا الموضوع ما حدا بتطلع أنت بتعرفي ليش أنا بدي جهاز الكمبيوتر المتابعين أغلبهم بعرف جهاز الكمبيوتر كان على أساس أنه أنا بدي أسجل إشي باللغة العربية الفصحة أنت ما بتعرفي قيمته اللي هو القرآن الكريم بدي أسجل طريقة نطقه بالطريقة الصحيحة بقراءته الصحيحة عشان الناس تستفيد كيف تقرأوه وفي نفس اللحظة في كتب أدعية موجودة ومناجاة حبيت أني برضو أسجلها بصوتي لأنه ربنا أعطاني قدرة بلاغة ونطق ودرست إعلام برضو وعندي قدرة على هذا المجال فبدي أسخرها في أجر وثواب يعني يكون بعدي نوع من أنواع السبيل للناس تستفيد منه بدون مقابل وطبعا بلشنا هذا في قناة ثانية محطوطة أنه بدون إعلانات ما إلها بالإعلانات بس أنه إحنا بننعلم الناس نرجعها للغة فإذا أنا بدي أجي أحكي لك إيش اللي عندي وإيش الطموح اللي عندي هو كبير والآن أنا ما عندي طموح بطل عندي طموح لإشي وبطل عندي رغبة لإشي ومع تعليقك هذا أنت كأني غرست سكين بقلبي لأول مرة بقولها ومعروف أنه الأسد طبيعتهم حساسين أنت ضربتي على وتر قاتل وبقول الله يسامحك الله يسامحك عن اللي عملتي فيه وبس خلينا نكمل باقي الأسلة طبعا بالنسبة للأشخاص اللي يسألوا كثير لقيت أنه لما حكينا عن الأحجار الكريمة لأنه متداول عن الأحجار الكريمة أشياء مغلوطة أو الناس صارت يتروج لأي سلعة على إنها هاي بتنفع وإنها ما بتنفع فأنا عشان أختصر عليكم رح أدملكم الأحجار الكريمة الصحيحة للأبراج الآن رح أذكرها فطبعا اللي يظلوا ويتابعوا اللي ما ملوا من الكلام الأول هم اللي رح يستفيدوا من هذا الموضوع وياريت أنكم تستفيدوا وبرضو تفيدوا الناس فيها خلينا نحكي لكم عن الأحجار الكريمة لكل برج إيش اللي بينفعها عشان إن شاء الله أن يكون فيها فائدة للجميع بالنسبة لبرج الحمل الحجر الوحيد القوي اللي هو بنظم طاقته وهي طبعا للكل الحمل واللي طالعهم حمل الماس حجر الماس هو أفضل حجر لألهم بالنسبة لموليد برج الثور الزمرد الأخضر النقي بالنسبة لموليد الجوزاء العقيق العقيق بأنواعه بأشكاله ممتاز جدا للجوزاء بالنسبة لموليد برج السرطان واللي طالعهم طبعا للأبراج واللي طالعهم سرطان اللؤلؤ أما بالنسبة للأسد فهو الياقوت وكل ما كان مائل للحمار كل ما كان أفضل بالنسبة للعذراء الصفير أو الزفير بتسمى بالنسبة للميزان الأوبال هو أفضل الأحجار بالنسبة للعقرب التوباز أما بالنسبة للقوس هو الفيروز بالنسبة للجدي العقيق الأحمر بالنسبة للدلو الجمشة الأرجواني بيجلونه الحجر الجمشة الأرجواني أما بالنسبة للحوت فهو العقيق الأخضر وهو أقواها بالنسبة لموليد برج الحوت سؤال السلام عليكم أستاذنا ربنا يحفظك أنا موليد 25 1999 أو لتاريخ 25 1999 دراسة لإسم إيناس اللي بسأل صديقتنا حليمة طبعا بالنسبة للموليد العقرب تحديدا واللي طالعهم عقرب بنجحوا في مجالات الإدارة المالية أو المحاسبة الهندسة المعمارية الأمور اللي بتعطي نتيجة لشخص أنه يعمل في البنوك أو في مجال التأمينات أو في مجال المحاسبة ومجال برضو العقارات هاي أفضل المجالات يعني أنت انتقي إشي من هدول بالنسبة لإيناس تجدي إن شاء الله الحظ الوفير في هذا المجال أختنا بتسأل حنين ورنين الرفاعي أستاذ سعيد الغالي أرجو أنك تجاوبني على سؤالي صرت سألك يا خمس مرات أو أكثر ما كنت تجاوبني أمتى الشمس والقمر بيلتقوا في برج هوائي طبعا هذا السؤال أنت سألتي وأنا انتبهت له أكثر من مرة وشفت أنه أشخاص تجاوبوك ولكن الباين أنه أنت ما أخذت في جوابهم الآن إذا أنت بدك هو التقاهم كان التقاء اقتران كانوا بالفترة الماضية اللي هي لحظة الكسوف الآن الالتقاء الثاني أنهم يلتقوا اثنين في نفس البرج الهوائي يعني هاي بدها تكون في شهر عشرة ولكن الآن ممكن أنه يلتقوا كالشمس موجود مثلا في الجوزاء القمر في الميزان اثنين هذول الهوائيات فهو بلتق يوم 18-6 ويوم 19-6 أما أنهم يلتقوا اثنين في نفس البرج الهوائي فهو رح يلتقوا في الميزان وهذا الاشي رح يكون يوم ستة عشرة يعني هاي جوابتك إذا لقاء أنه كبرجين مختلفات يعني جوزاء وميزان يوم 18-19 أما في نفس البرج فهو يوم ستة عشرة سؤال أستاذي الأحلام سؤال الأحلام إلها علاقة بالفلك برج ثور طالعي قوس الأحلام هي بتدل على شفافية الإنسان وبتدل على كيميا دماغ يعني شفافية الروحانية تاعته وكيميا دماغ عنده وبرضه عن الهالي الكهر المغناطيسية المحيطة في الجسد عشان أشرح لك إياهم هذول ثلاثة طبعا ما بدأ أخذ فيهم بشكل عميق ولكن النتيجة إنه طبعا بتأثر فالفلك بيأثر بشكل كبير إما بيخلي الجو مناسب إنك أنت تحلم أحلام وتحفظها وتكون برضو واقعية وتثبت في دماغ ويكون إلهم معنا أو إنه تكون كوابيس وأضغاث أحلام ونوع من أنواع الرعب والخوف فعشان هيك مش بكل وقت يقال في الحلم يفسر فعشان هيك دائما إحنا منسمع الشخص ومنقارن على الوقت يعني مثلا الآن لما باجي أنا بشوف إنه نبتون بشكل زوايا هو كوكب الأحلام بشكل زوايا إلها علاقة بالتربيع أو تراجع لنبتون أو بيكون عامل نوعية من الإقترانات لإلو نعرف إنه الأحلام بالفترة هاي هي نوع من الكوابيس وعطارد أيضا لما بيكون يتراجع بشكل برضو يعني نوع من أنواع الصعوبة في فهم الأحلام أو بتكون مخيفة أو مرعبة فالفترة هاي تحديدا نقدر نحكي إحنا من أسبوعين أو أكثر هي فترة صعبة جدا خصوصا الأحلام كوابيس أضغط أحلام تربيط خوف رعب شغلات زي هيك أشياء بتدخل الإنسان بمتاهة فهاي الأحلام بتكون ما إلها أي تفسير فقط إنها هي مرعبة ممكن تشوفي أشياء وتفكري إنه إلها تفسير قوي ولكن فعليا قليل جدا منها اللي بيكون إلها معنا والأغلب إلها بتكون هي خوف عشان هيك وإنه كنت دائما أذكر في الأبراج إنه انتبهوا من الوساوس والقلق والخوف في الفترة هاي ذلالة على إنه الأحلام بتكون فيها مش منتظمة سؤال يعطيك ألف عافية ابني برج السرطان أحبي أتقدم لخطبة إله متى أفضل الأوقات الآن ولا أنتظر لحين ما تدخل الشمس لبرجه إذا بدك نصيحتي يا فاتي أنا بفضل إنه بعد عيد ميلاده يعني بعد عيد ميلاده هي أفضل فترة فترة لارتباطه وبرضه بيكون في نفس اللحظة انتهى تراجع عطارد فهيك بتكون الفترة مناسبة لأيلو أما الآن فهو لا هو مهيئ بالفترة هاي لأنه القمر الشمس لسه ما وصلت لدرجته فهو ضايج فممكن يرتكب أخطاء بالفترة هاي أو تكون النتائج مش مقبولة وفي نفس اللحظة لما توصل لعنده فبتكون بكامل طاقتها فبتكون بداية جيدة لأيلو للاختيار ومرضع عطارد بكون أنهى عملية التراجع فبتكون الفترة هاي مناسبة جدا لأيلو ونتمنى له إن شاء الله إنه ربنا يطرح له البركة ويبارك له ويأعطيه الضرية صالحة خلينا نروح على التوقعات اليومية طبعا اليوم توقعاتنا إلى يوم الأربعاء 16 هزيران القمر اليوم رح يتنقل ما بين برجين ما بين الأسد وما بين العذرة هو موجود الآن في منزلة الصرفة وهي منزلة تعتبر للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات وهاي القمر رح يضل في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و 54 دقيقة صباحا من صباح يوم الأربعاء بعدها بده ينتقل القمر ويصير في منزلة العواء وهي منزلة تعتبر للربح والحرية والزواج القمر بما أنه موجود بالأسد لغاية زي ما حكينا اللي هي فترة الانتقال يعني لساعات الصباح فالتأثيرات الكل بده يعني حس فيها فبيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب ووسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة ووسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين إلنا أما بالنسبة للوقت الآن احنا تقريبا نقول أنه الساعة خمسة وستة وعشرين دقيقة ببدأ خلو المسار بتوقيت يعني بعد بث الحلقة تقريبا بحدود بثلاث ساعات يعني بتوقيت الأردن الساعة ثمانية وستة وعشرين دقيقة ببلش خلو المسار خلو المسار هذا رح يستمر لغاية بعد منتصف الليل لغاية ساعات الصباح لساعة ثلاثة ودقيقة صباحا بتوقيت جرينج فهي الفترة بنقدر نحكي أنها فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بما أنه القمر زي ما حكينا أنه انتقل الساعة ثلاثة صباحا بنتقل وبصير موجود بالعذراء فهنا بتتغير شخصيتنا أو نفسيتنا فمنعود الآن لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام منشعر أنه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أو نتفقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة لتخلص من عادي سيئة مثل التدخين شرب الكحول المخدرات المسكنات بوسع نقتناء حيوان أليف في الفترة هاي ومطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلاكية اليوم معنا غير زاوية وحيدة هي اللي رح تكون هي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمل وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة ستة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة لخلو المسار القادم القمر موجود بالعذراء خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة يوم ثمنتعش ستة بيبدأ في تمام الساعة ثلاثة واربع وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا لينتقل بعدها القمر لبرج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المربع ستة أيام في تمام الساعة سبعة وخمسة واربعين دقيقة صباحا بيصير عمره سبع أيام نسبة الإضاءة بتكون خمسة وثلاثين في المية لأنه بلش يتجه باتجاه من هلال للمربع فهو في انحسار المربع يعني لسه ما تكون مربع أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة في المية القمر في الأسد وبعدين بدي ينتقل للعذراء حتى يوم ستة عشر ستة رح يمكث فيه فهو سعيد بنسبة خمسة عشر في المية هذا اليوم عطارد في الجوزاء بيتراجع حتى يوم اثنين وعشرين ستة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في السرطان حتى يوم سبعة وعشرين ستة سعيد بنسبة ستين في المية المريخ في الأسد حتى يوم تسعة وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسة في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشرين ستة سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احداش عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة في المية نيبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بتظل العاطفي قوية عندكم لغاية ساعات الصباح الأمور العاطفية والاهتمام بالأحبة أو لقاء الأحبة أو الدعم الحظ لإلكم بكون قوي جدا لغاية زي ما حكينا ساعات الصباح بعدها بتغير الوضع لأن القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس لإلكم فهنا بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم لأنه في الفترة هاي الوضع الصحي بكون ضاغط أو الاهتمام بأمور صحية أو أدوية أو علاجات بالفترة هاي بيتراكم برضو العمل فيها أكثر من المعتاد ورح تجدوا نوع من أنواع الصعوبة في إنجاز الكثير من هاي العمل عشان هيك حاولوا أنكم تنجزوا أعمالكم ما تخلوها تتراكم ما تهملوها وفي نفس اللحظة حاولوا أنه ما ترهقوا حالكم كثير وما تهملوا صحتكم برج الثور اتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مساكنكم وبرضو بدكوا تضبطوا عصابكم أثناء تعاملكم وتصريف أموركم العائلية أو البيتية لأنه الوضع شوي بيكون ضاغط عائليا أما في ساعات الصباح اللي هو بعد الساعة الثلاثة صباحا بتوقيت جرينيج بتصير الأجواء إيجابية ودعمة لإلكم بشكل قوي فاليوم رح تبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم ورح يكون في أمور لها علاقة بالعاطفة قوية جدا تجمعكم بينكم وبين أحبائكم أو أبنائكم أو المقربين لإلكم اليوم رح تعيش لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات لدرجة أنه رح تجد أنه الأجواء تقريبا تغيرت بشكل كامل برج الجوزة اللي بيتقدم لامتحان أو مقابله لغاية ساعات الصباح بده يركز بشكل جيد هذا اليوم برضو بتكون تنتبهوا أثناء حواراتكم نقاشاتكم وما تتسرعوا أثناء الحركة أو أثناء قيادة السيارات لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء بتصير إلها علاقة بالعائلة أو بالبيت والاهتمامات العائلية فبتعيد تنظيم أمركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي أو اهتمام بمسألة عائلية معينة هي اللي تلفت انتباهها خلال هذا اليوم أو حنين بيكون باتجاه الأهل وممكن تستقبل أحد الأشخاص خلال هذا اليوم قادم من السفر برج السرطان طبعا لغاية الصباح بتكون تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة حاولوا تنتبهوا على أموالكم من السرقة والضياع وحاولوا ما تنفسوا عن غضبكم بصرف الفلوس يعني بمعنى آخر انتبه على ميزانيتك فوتيرك الدفعات اللي عليك وما تراكم الأمور عليك أما من ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات عندكم سرعة بديها بتصير عالية جدا خلال هذا اليوم ولكن بتكونوا أكثر وحي على الطرقات حاول انك تتحرك بهدوء يعني عشان ما تتعرضش لإصابات وفي نفس اللحظة حاول انك تركز أثناء حوارك اللي ما يكون جارح ولاذع في نفس الوقت برضو ناقش بهدوء تجد انه الأمور لصالحة برج الأسد طبعا النشاط بزيد أكثر وأكثر معكم حاولوا انكم تواصلوا عملكم اللي بدأتوا فيه من قبل وما تبادروا بعمل جديد لأنها فترة دخلوه مسار الآن حاول انك تشحن حالك بطاقة إيجابية عالية جدا الفترة هاي ما تسمح لأحد انه يستفزك او يضغطك لغاية ساعات الصباح شفتوا يعني اللي أنا حكيته في البداية يعني لغاية ساعات الصباح بعدين بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة والضياع برضو رتبوا الوضع المادي بشكل جيد لأنه شوي رح يكون عندكم بعض المصاريف أو بعض الدفعات في هذا اليوم يعني بتطلب انكم تكونوا أكثر حرص وواعي برج العذرة ما تشعرون به من تعب وتراجع في الصحة بيزول مع اقتراب ساعات الصباح لأنه الضغط هذا كله لقمر لأنه موجود في بيت المتاعب الآن بدو يتحرك القمر وبدو يصير عندكم في ساعات الصباح فعشان هيك من ساعات الصباح بتنتلقوا بنشاط وحيوية بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لوضع بناسبك وبتناسب وضعك الحالي اليوم رح تتمتع بالقدرة على قلب المعطيات بشكل كبير أهم شيء أنك تتحرك وفي نفس اللحظة تستغل الفرص صحيح أنه بحاجة للوقت فمن ساعات الصباح الأجواء إن شاء الله بتصير إيجابية فمعني تحرك برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء لغاية ساعات الصباح بتظلها الأمور الجيدة على المستوى الاجتماعي واللقاءات والاتصالات والحوارات ما بينكوا بين الأصدقاء والمعارف ولكن من ساعات الصباح رح تدخلوا فترة غير مريحة بسبب أن القمر رح يكون بالعذراء بيت متاعبكم فتلزمكم هاي الفترة بالانتباه أكثر لصحتكم أهم شيء أنه بالفترة هاي لا توقع على عقد ولا تحسم أمر لأنها هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ حاول إنك تخليها يعني أي يومين روتينيات بمعنى آخر إنه على الأشياء الضرورية فقط لا غير ما تأخذ أشياء حاسمة أو قرارات حاسمة بالفترة هاي برج العقرب طبعا برضي تظل القمر موجود في بيت السمعة لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتكون تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وبرضو في نفس اللحظة ما تتجارة على أي أمر ممكن أنه يشوه سمعتك ما تخالف القوانين ما تدخل بأي شيء مشبوه لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء اليوم بكون حافل جدا باللقاءات والاتصالات والحوارات رح تلتقي بوجوه بأصدقاء أو باتصالات أو بمساعدي أنت بتطلبها منهم أو هم بتطلبوها منك وفي منك رح يشارك في حفل أو مناسبة أو يتوجه له دعوة لحضور حفل أو مناسبة خلال هذا اليوم برج القوس اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد لأنه أول إشي القمر في مراحل الانتقال وفي مراحل الانتقال الطاقة شوية بتنزل فيها بتطلب منك التركيز أكثر اللي عنده سفر اللي عنده اتصالات حوارات بده يركز بشكل نيح لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعاً بدكوا تحافظوا على سمعتكم وعلى مصالحكم الاجتماعية هذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيقدم على عمل جديد أهم شيء أنك تتجنبوا الخلافات وتبعدوا عن أي شيء بشوه السمعة يعني بمعنى آخر ما تخالف القوانين وما تجازف وما تغامر وما تدخل بأي صراعات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل وحاول أنك تسعى في خلال الأيام هاي لتلطيف الأجواء برج الجدي طبعاً من الآن بدكوا تتفحصوا حساباتكم المالية وتحذروا من أي خطوة مالية جديدة بدك تركز أمورك وترتب أمورك بشكل جيد خصوصاً الأمور المالية انتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو المجازفة أو يعني إهمال بعض الأمور الحسابية أما في ساعات الصباح طبعاً الأجواء رح تتغير بشكل كبير رح تنشطوا في أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو مراسلات أهم شيء تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن وبرضو في نفس اللحظة اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم جيد ولكن التركيز مطلوب أكثر برج الدلو طبعاً بيظل التركيز أو الاهتمام كله على موضوع الشراكة لأن القمر الآن موجود مقابلك تماماً في ساعات الصباح رح ينتقل على البيت الثامن لعيلك فعشان هيك بيظل الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة الزوجية والعائلية والعاطفية كلها بتلفت انتباهك بشكل كبير ما حاولوا أنكم ما تلتزموا اتجاه الطرف الآخر بشغلات حساسة أو أشياء ممكن ما تقدروا تنفذوها من ساعات الصباح الأجواء بتصير أحسن طاقتكم بتصير أحسن لما بتحرك من مقابلك القمر فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أكثر حاول أنك تنجز واجباتك بدقة حتى ولو كثرت حاول أنك تنفذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية خصوصاً الأمور المالية يعني بدك تركز عليها بشكل جيد برج الحوت طبعاً بتكونوا تواصلوا عملكم السابق وتنتبهوا لصحتكم بتظلها الأجواء ضاغطة على العمل على الصحة لغاية ساعات الصباح أهم شيء ما ترهق حالك انتبه لغذائك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير شوي ولكن رح يظل فيها ضغط لأن القمر رح يصير مقابلك تماماً في العذرة فعشان هيك بتصير الرغبة اليوم لتعزيز الشراكة أو التقرب من شركائكم أو من أزواجكم من شركاء المال شركاء العاطفي ولكن بدك تكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم بدك طاقتك ضعيفة في الفترة هاي فبدك تحاذر بين الخلافات وحاول أنك ما تضخم الأمور وتتحسس فبدك تكون مرن الأجواء بحاجة إلى ضبط الأعصاب في الفترة هاي وإن شاء الله بس يتحرك من مقابلك بتصير الأجواء لصالحك أكثر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة